وضمن مستجدات التعامل الحكومي مع الملفات الطارئة بررت وزارة الهجرة والمهجرين سبب تأخير منح النازحين إلى عدم توفر السيولة المالية لتمويلها وذكر المتحدث باسم الوزارة علي جهانكير أن قيمة المنحة هي 4 ملايين دينار تتضمن معها السلع المعمرة وتم تسليمها لأكثر من 10 ألف أسرة نازحة مقابل الانفتاح على المنظمات الدولية لخطة استراتيجية لتأهل أكثر من 3000 منزل يعود للأسر النازحة وأردف أن الوزارة لم تحدد موعدا لعودة النازحين إلى مناطقهم لافتا إلى أن المخيمات تضم 18 ألف أسرة غالبيتهم من سنجار والمتبقين من محافظتي صلاح الدين ونينوى نافيا اللجوء إلى إخراج النازحين من المخيمات بطريقة قصرية ترجمة نانسي قنقر